وزيرين المحترمين سيدات السادة النواب المحترمين يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق للشراك المعارضة الاتحادية في هذه الجلسة التي تم فيها التنصيق بين مجلسي البرلمان والمخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 وهي فرصة لنجدد التأكيد على الأدوار المهمة التي يطلع بها هذا المجلس على مستوى تتبع وتقييم أثر السياسات والبرامج العمومية بالنسبة للمغاربة من خلال وقوفه على رصد الإختلالات المرتبطة بتدبير المال العام التي تعرفها عملية تنفيذ وتنزيل هذه السياسات هذه المهمة التي تندرج في صلب تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال وصور الفساد كاختيار استراتيجي إن خرطت فيه بلادنا ووضعت من أجل ضمان تفعيله مجموعة من الآليات والأدوات التي يأتي المجلس الأعلى للحسابات على رأسها حيث تطلع هذه المؤسسة المهمة بالعديد من المهام التي تندرج في إطار تعزيز الشفافية وتقوية آليات الرقابة على المال العام بغاية حمايته وعقلنة تدبيره وترشيد إنفاقه إن موقفنا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية مبدأ اتجاه نتائج ومخرجات تقارير مؤسسات الحكامة وخاصة هذه المؤسسة التي تعنى بتعزيز شروط النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وهو ما يجعلنا نؤكد من جديد انخراطنا في جميع التوصيات الصادرة على ضوء النتائج التي انتهى إليها التقرير الذي هو موضوع مناقشتنا اليوم غير أننا نسجل رفضنا لمحاولات البعض التعامل معه بشكل تجزيئي يستهدف من خلاله الاستغلال السيء والانتقاء للنتائج المتوصل إليها بهدف تبخيص العمل السياسي والفاعل السياسي على أساس أن هذه النتائج تعني جميع مرافق ومؤسسات وإدارات الدولة ما دامت تعني عملية تدبير المال العام كما نؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن من دون توجيه تفعيل هذا المبدأ ضد من لا يتجاوج حجم تدبيره 5% من ميزانية الدولة في مقابل من يدبيرون 95% منها ونحن بهذا الموقف الواضح لا ندافع عن أي صورة من صور الفساد بل ندعو إلى مواجهتها كلها بنفس الحزم وإلى عدم استغلال الطموح الجماعي في محاربة جميع صور الفساد في العمل على تبخيص الممارسة السياسية من خلال التركيز على بعض الشوائب التي تعتاريها ذلك أنه لا يصح بل لا يمكن التوفيق بين العمل على تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وبين ضرب السياسة والسياسيين إذ أنه لا يمكن قيام أي نموذج من نماذج الديمقراطية من دون ممارسة سياسية السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، السيدة سدى النواب لقد لاحظنا أنه مباشرة بعد إعلام قلقنا من الاستغلال السيء للنتائج التي انتهى إلي هذا التقرير أن هناك آلة تحركت من أجل تحريف مواقفنا حتى تظهرنا بمظهر الرافض لها وقد حرصنا على انتظار هذه المناسبة لنعيد طرح موقفنا بشكل واضح ومسؤول في جلسة مسؤولة ولنؤكد أن مخرجات التقرير تؤكد ما ذهبنا إليه حيث تضمن العديد من الخلاصات التي ترصد مجموعة من الاختلالات التي يعرفها نشاط المؤسسات والإدارات العمومية في هذا الإطار فإننا نسجل التجاوب المحدود لجل القطاعات العمومية مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ذلك أنه غالبا ما يكون محكوما بمنطقة التجاوب التقني المفروض واللازم وكأن الأمر لا يعد أن يكون ممارسة وإجراء روتينيا فقط غايته الرفع من نسب إنجاز التوصيات تماما كما يكون تعاطيها دائما مع مواقف واقتراحات المعارضة في حين أن الواجب هو الصهر على تجويد النشاط العمومي انطلاقا من هذه الملاحظات وهو ما يجب أن يعكس بشكل مباشر على حجم ونسب الإختلالات المرصودة اضطراضا مع توالي تقارير المجلس على هذا الأساس فإن وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة اليوم باعتماد آلية للتعاقد بينها وبين مختلف القطاعات الحكومية وبين هذه الأخيرة ومصالحها اللامو ماركزة بغاية تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وأجال تنزيلها ومن جهة أخرى فهي مطالبة بإصلاح المالية العمومية وفي هذا السياق فإننا نتساءل ما المانع من اعتماد قانون مالي تعديل عوض استمرار في اللجوء إلى استرداد الهوامش الميزانياتية السيد الرئيس السادة الوزراء السيدات السادة النواب إذا كنا نتمن رفع المجهود لاستثماري خلال هذه السنة فإننا نؤكد أن تخصيص اعتمادة مالية كبيرة للاستثمار يبقى إجراءاً غير كافي إذا لم تتحقق نسب إنجاز المشاريع الاستثمارية المبرمجة ذلك أن قرار رفع حجم الاستثمارات يجب أن يصاحبه مجهود كبير مرتبط بأثر هذه الاستثمارات اقتصادياً والشماعياً خاصةً أن الواقع يبين بالملموس أن النتائج الاستثمارية تبقى دون مستوى وقدر المجهودات المبدولة وهو ما يجعلنا ملزمين على طرح أسئلة مباشرة مضمونها ما سبب ضعف حجم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها بلادنا أمام حجم المجهودات الذي تبدله في تأهيل وتطوير العمل الاستثماري فيها لقد تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أجوبةً عن جزء مهم من هذه الأسئلة وهو ما يفرض على الحكومة على الأقل تقييم جزءٍ كبيرٍ من المجهود الوطني المبدول في هذا المجال وخصصاً ما تعلق منه بنجاعة البرامج وأثرها والتي رصدت لمشاريعها اعتمادٌ ماليةٌ كبيرة بكبر هامش الأمل الذي وضع على نتائجها ثم تفعيل توصياته في الموضوع بدايةً من تطهير بنود ميزانية الاستثمار من جميع النفقات التي لا تعتبر نفقات استثمار وانتهاء بمراجعة تخطيط نفقات الاستثمار بصورةٍ تعكس التوجهات العامة لمالية الدولة السيد الرئيس، السيدات السادة النواب تمشياً مع توجيهات صاحب الجلالة نصره الله انخرط المغرف في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ورشاً اجتماعياً مهماً حيث ارتكز هذا الورش على مجموعة من المرتكزات أهمها الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية ببلادنا حتى تصبح قادرةً على استيعاب جميع احتياجات وتطلعات المغاربة وعلى تقديم خدمات صحية عمومية جيدة هذا الإصلاح الذي لا يمكن أن يدرك غاياته إلا إذا انطلق من تأهيل أوضاع الموارد البشرية الصحية باعتبارها أساس المنظومة الصحية وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي نحن بصدد مناقشة مضامينه من خلال رصده لمجموع من الاختلالات التي تعترض الارتقاء بالموارد البشرية الصحية وقدراتها والمتعلقة أساساً بالعدد المحتشم لهذه الفئة من الموظفين العموميين مقارنةً مع حجم مرتفق القطاع وهو ما يشكل عائقاً حقيقياً أمام ربح ريهان توفير التقية الصحية الملائمة لجميع المغاربة في هذا الإطار فإننا نستغل هذه المناسبة للتذكير بأن الحل الوحيد للرفع من جاذبية القطاع ما دام أنه أكثر المبررات التي يستحضرها المسؤولون عن قطاع الصحة بالمغرب هو اعتماد حوافز مالية وغير مالية من أجل رفع كتافة العاملين الصحيين وفي مقدمتهم الأطباء وإعادة انتشار موظف الصحة في المناطق التي تشكو من ضعف الخدمات ثم اعتماد مخطط استعجال يستنجد إلى توظيف كل الخريجين من الكليات والمعاهد والاحتفاظ بمناصب المحالين على التقاعد مع تعزيز الأعداد بتشجيع عودة المهنيين المغاربة من الخارج وهو ما غاب من مشروع تحفيز الموارد البشرية الصحية التي أتت به الحكومة والذي تضمنه قانون الوظيفة الصحية هذا المشروع الذي لم تحترم في إعداده أي صورة من صور المقاربة التشاركية حيث أنه وبالرغم من أنه يتعلق بمهاني الصحة إلا أنه لم يتم إشراكهم في إعداده كما أنه لم يتضمن العديد من الضمانات التي وردت في قانون الإطار شكراً شكراً سيد نائب تهتوقيت الكلمة للفريق الحركي نائب محترم السيد السمحمد هشامي اللي بقي طويلة عندك المدخلة نضمنها في المحضر الجلسة ترجمة نانسي قنقر